يا مساء الخير والحب والسعادة عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد بكون مبسوطة جدا لما بشوفكم كل أسبوع بكون مبسوطة قوي لما بنقرأ مع بعض وبنتعلم مع بعض معلومة جديدة بنعرف حاجة تغير طريق تفكيرنا وكل ما كان الحقيقة الكتاب اللي معانا موضوع قريب من واقع حياتنا وكل ما كان الكتاب اللي بنتكلم عنه مهم وجذب بالنسبة لنا كل ما كان كلامنا عنه بيبقى حقيقي جدا وكلامنا عنه بيبقى شبهنا قوي معانا النهاردة كتاب في رأيي أنه مهم جدا لأنه ببساطة بيقولنا إزاي نتعامل مع الحياة بشكل عام طبعا كلنا عارفين أنه الحياة يوم حلو ويوم مر وده طبيعي الحلو كلنا بنحبه والحلو كلنا بنفرح به لكن المر أكيد بيكون صعب ومش كل الناس بتعرف تتعامل معاه كلنا بنواجه ضغوط في حياتنا وتحديات ومواقف صعبة صعبة وده طبيعي وده عادي فيها الحزن وفيها التعب فيها اليأس فيها العصبية فيها الغضب مطلوب مننا في الوقت ده أنه يكون عندنا وعي إزاي نتعامل مع الأوقات الصعبة اللي موجودة في حياتنا إزاي نتعامل مع مشاعرنا السلبية زي الخوف زي القلق زي الحسن زي الغضب زي أننا نفقد شخصية عزيزة علينا أحاسيس كتير ممكن تكون صعبة بنبري بيها وده اللي اهتم بيه كتابنا النهاردة وهو كتاب أوعى للكاتبة الدكتورة جاسمين السيد اللي وضحت من خلال كتابها إزاي ممكن يكون عندنا وعي وإيه أهمية الوعي ده في حياتنا وإزاي نواجه الظروف الصعبة وإزاي نحسن من جودة حياتنا هنتكلم بشكل أكبر وأوسع عن كتابنا النهاردة أوعى مع دفتنا اللي هتنوارنا في الستوديو الكتبة الدكتورة جاسمين السيد